استضاف مركز الملك فهد برياض حفل الأوركستر الياباني الأول خلال الأسبوع الثقافي الياباني في المملكة ذلك ضمن برنامج التبادل الثقافي للرؤية السعودية اليابانية للمشاركة 2030 ضمن فعليات الأسبوع الثقافي الياباني بالمملكة استضاف مركز الملك فهد برياض حفل الأوركستر الياباني الأول وذلك ضمن برنامج التبادل الثقافي للرؤية السعودية اليابانية المشتركة لعام 2030 الأوركسترا دمت مجموعة مكونة من العازفين والإيقاعيين يفوق عددهما ثمانين شخصا حيث توصف حفلات الأوركسترا بأنها تخاطب فئة على معرفة عالية وإطلاع بالموسيقى وكعادة الحفلات الفنية في السعودية نال هذا الحفل نصيبه من ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعية هذه هي من الأوركسترات العالمية هي واحدة من الأوركسترات التي تجي الرياض وتقدم معناتها انفتاح ممتاز هذا للمستقبل انفتاح سخافي كبير كثير هذا تناغم وتفاعل الجمهور مع العرض كان لافتا رغم حداثة تجربة الجمهور السعودي مع هذا النوع من الفنون إلا أنه كان على قدر الحدث وبادل الفرقة التصفيق والإعجاب لا سيما بعد اللفتة الجميلة من الفرقة بأداء النشيد الوطني السعودي ولهذا كما تعلمون ومن أجل رؤية 2030 نأمل أن يكون هناك المزيد من الفرص التجارية المتاحة للشركات اليابانية بالإضافة إلى مجال الترفيه وتبادل الثقافات واعتقد أن هذا الحدث الثقافي لا يقتصر فقط على الثقافة ولكن سيكون هناك علاقات اقتصادية أكثر قوة ومنذ إقامة العلاقات التبلوماسية بين السعودية واليابان عام 1955 اتخذت العلاقات الثنائية مسارا سلسا على الرغم من عدم وجود روابط ثقافية أو تاريخية أو دينية وأصبحت السعودية واليابان شركاء استراتيجيين نتيجة تحول في سياسة توكيو الخارجية تجاه الشرق الأوسط التي كانت تعد تقليدية وسلبية إلى أنها الآن أكثر نشاطا